كابتن بلال الألف مبروك مبارا رائعا نادي الأهلي وعلى مدار الشوتين يعني حتى بعد ناصل عددي نادي الأهلي ما تأثر بالعكس وصل تفوقه ووصل التهديف كمان مبروك الأهلي البداية جيدة يعني بداية جيدة وبداية مختلفة الأهلي مختلف النهاردة عن نهاية الموسم الماضي عن ماتش السوبر عن نهاية الكاس الأهلي مختلف بكل المقايس الأهلي رجع الأهلي بتاع أفريقيا بتاع بطولة أفريقيا الرغبة موجودة الحضور موجود جوه الملعب الشخصية موجودة جوه الملعب طول المباراة وده شيء جيد في بعض الأوقات بتفقد الكرة وده كرة القادمة بتعبش لوحدك يعني عكيد أنت النهاردة ما بتعبش حدواش ربطة أهلي بس ما بتعبش تأسيمة وإن كانت المبرأة اتحولت للنادي الأهلي لتأسيمة في بعض الأوقات يعني بيعمل فيها كل اللي هو عايزه أنت في التأسيمة ساعته بفي عندك يعني تأسيمة المدير الفاني يقولك فرقة إجابة فرقة سلبة النهاردة الأهلي بيلعب إيجابي وبيلعب سلبي في نفس الوقت يعني بيعمل كل اللي هو عايزه في الكرة لعيبة النادي الأهلي تألقت أنا بشوف من ضمن الأسباب الجيدة اللي خلت الأهلي كده النهاردة روح المنافسة ما بين اللعيبه مين هيلعب النهاردة مين هيكله مكان أساسي جوه داخل النادي الأهلي مين هيلعب في الحداشر نهاردة فيه أكتر من لعيب يعني بص لعيبة مين اللي نزل نهاردة اللي تغير حسام حسن ده لعيب أنت اشتريته برقم كبير على الأساس الممكن يكون أساسي في النادي الأهلي لكن النهاردة كان احتياطي ونزل نهاردة أحمد عبدالله لعيب عنده إمكانات وقدرات أظهرها بشكل كبير جدا الموسم الماضي مع اسموحة ورجع لك تاني السنة دي وعنده الرغبة في أن يكون أساسي لعيب إمكانات وقدرات عالية جدا تمام وساهم مع اسموحة أن يوصل لمركز ثالث الموسم الماضي حسن الشحات لعيب أساسي بالنسبة لك عمار حمدي لعيب كان متقلق مع الاتحاد الاتحاد سكندري محمد هاني هو لعيب في الأصل أساسي بالنسبة لك فأنا عايز أقول لك وكمين غير اللعيبة طبعا لنزلت وغير اللعيبة اللي مش موجودة في الـ 18 تبتتكلم في أن في منافسة هتكون شرسة السنة دي باللعيب تنادي للي في مين يكون موجود في الـ 18 الفكرة بالنسبة لي النهاردة كمباراة مباراة جيدة بالنسبة لنادي الأهلي مباراة فيها كل شيء عملت فيها كل حاجة قدرت تكسب قدرت تسيطر على المباراة انت لكت زمام المباراة كنت المحرك الرئيسي للماتش انت امتى بتهدي الرتم وامتى بتصرع الرتم امتى بتشتغل ان دايرت اتاك وامتى بتشتغل دايرت اتاك امتى بتبني الهجمة المرتدة السريعة وامتى بتبني الهجمة النهاردة كان إليه اللي بيشتغل في الحتة دي بشكل جيد ساعدوا الكلام دا اللعيبة نفسها ومدى قدرتهم على استعابهم على التنظيم داخل الملعب طول الماتش يعني كل اللعيب وقال في مكانه بشكل جيد كل اللعيب بيقدي الوظيفة بتاعته بشكل جيد جدا 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 النهاردة علي معلول واكرم توفيق في أوقات كتيرة جدا حفظين على مكانتهم الدفاعية وفي نفس الوقت بيعملوا بيساعدوا في الطريقة اللجمية بشكل جيد النهاردة الأهلي بشكل عام منظم جدا 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 وكل اللعيب حريصي نوعيات دي أفضل شيء عنده واضح إن مش عايز أقول فيه دوش سخن بس فيه محاضرة كانت كبيرة محاضرة يعني ممتعة من مسيماني للعيبة بتاعته النهاردة اللعيبة بتنفس بشكل غير طبيعي وكأنك النهاردة بتشتغل في الزكاء يعني اللعيبة النهاردة بتستغل كل الزكاء داخل الملعب وبتقدم شكل جيد جدا جدا يعني مبروك الأهلي البداية البداية بالنسبالي مش ماتش البداية بالنسبالي يعني تعدي مرحلة ست سبع ماتشات في الأول تمام كلهم مكسب وكلهم أداء لأن النهاردة هتخوف الفرق منك زي ما تكلمنا الفرق بتخاف النهاردة ولازم تستغل البداية دي أمورات القادمة ده طبيعي 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 أنك تستغل بدايتك الجيدة مع فريق المفترض أنه فريق كبير يعني نعهد الإسماعيل أنه فرقة كبيرة آه حصلت له ظروف كتيرة جدا جدا ولكن الإسماعيل اللي ما تنساشنا ومتعادل معك الموسم الماضي ومن أسباب فقدانك للدورة العام مباراة الإسماعيل مباراة التعادل بتاعة واحد واحد اللي كانت موضع اللي تلعبت إسكندرية فالنهاردة انت أكسبت 4 صفر فدي رسالة لكل الفرق اللي قدامك أن الأهل السندي هيقاتل من عجل بتولة الدورة العام ترجمة نانسي قنقر